ودايما بقول لك يا جماعة اي كتاب اقتصاد في الدنيا في الدنيا في اي مدرسة اقتصادية في الدنيا يرى انه شبكات النقل والطرق والكباري الاخ الاخ هي عصب للاقتصاد لانها شريينه دي الشريين اللي بتتمدد داخل الدول علشان تنشط الاقتصاد تنشط الاستثمار تنشط الصناعة الى اخره لسبب من الاسباب نهاردة كنت في مشوار طويل جدا للعين السخرة من ناحية بيتنا عندي 6 اكتوبر كده ده يعتبر مشوار طويل طبع من ناحية تجمع الخمس مفيش يعني ده فركة كعب المهم فشفت بعنايا دول سكة بتتعمل عملاقة مهولة كنت قريت عنها سكة حديد كهرباء تقول لي بقى بعرضها تقول لي ان السكة الحديد اتقل ده بتقل صنعة والله العظيم وبجد صنعة سكة حديد ماشية تربط المينة بتاعت العين السخنة سكة حديد كهرباء تربط المينة يعني ده معنى ايه بقى هنا اطرب ضاعة يعني طيب سكة حديد كهرباء بضاعة تنقل او تربط العين السخنة بالدخيلة يعني ميناء شرقي بميناء غربي في الشمال الدخيلة جنب اسكندرية العين السخنة عند السويس بحر احمر ببحر متوسط الله طب مانا عندي قناة السويس وعندي قناة السويس الجديدة طب ودي لا ده ده محور شريان عصب حقيقي بيربط تجارة البحر الاحمر بتجارة البحر المتوسط جنبا الى جنب مع قناة السويس وقناة السويس الجديدة والطرق البرية طب ده معنى ايه مش ده معناه تنشيط تجارة طب ده معناه ايه مش معناه تنشيط صناعة طب ده معناه ايه مش معناه تنشيط استثمار طب ده معناه ايه مش ده معناه كمان تنشيط لمجتمعات عمرانية لانه في خدماتها تتعمل علشان المينتندو المينة دي ليها خدماتها والمينة دي ليها خدماتها وخط السكة الحديد ده يربط ما بينهما هي بالزبط كده بالوارب كده طب تربط مصر ربطة ايه ده ايه ده طيب مش ده معناه انه على جانبي هذه السكة الجديدة السكة الحديد الكهرباء الجديدة اللي بتنقل بضائع وفلوس واستثمرات هو ده مش بيشجع الصدرات طيب ومش على جانبيها هيبقى فيه مجتمعات عمرانية وتجارية الى اخره ومدن وحدت بقى ولا حرج لانه لا حرج في ذلك بل انه هو الفضيلة الوطنية بذاتها انك تنمي البلد دي علشان اهلها يستحقوا كده ولا هي حاجة تانية ما له قول اخر فليتفضل والحوار الوطني مفتوح يعني فانا بفكر بس معاك بصوت عالي لو احنا شفنا اللي بيجرى في البلد زي ما الخواجة مش هقولك اخويا شقيقي العربي الخواجة بيشوف ده احنا احساسنا باللي بيحصل هيبقى كبير جدا عشرة مية ضعف احساسنا بالمنجز الحالي والله العظيم السكة دي حخلتني فعلا انطق كده عم مساعد شاهد علي اللي بيحصل في البلد دي خيال ولا حد فينا كان يحلم بربط الدخيلة بالعين السخنة لا مش بس كده انطق عندك ربط تاني وبرضه سكة حديد لحد اسوان يعني جنوب بشر بشمال الله 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 ايه اللي بيحصل في مصر حقيقي مش هزار اسأل نفسك ايه اللي بيحصل في مصر انا اللي طلبه يا عزيزي المشاهد يا عزيزتي المشاهد بعد اذن السيادة لو سمحت ارجوك وسيء عليك النبي ومن نبى النبي ربنا سبحانه وتعالى خمس دقاء خليها عشر دقاء عشان خطري على جوجل بس بصناك بصة على ما يحدث في مصر حقيقي حقيقي خيال